خرائط النح خرائط مفاهيمية مع الأمثلة والتدريبات الدرس الثاني الاس والجملة الاسمية في الدرس السابق تكلمنا عن أقسام الكلام وعرفنا أن الكلام ينقسم إلى اسم حرف وفعل فما هو الاسم وما علاماته؟ الاسم هو ما دل على معنى في نفسه ولم يقترم بزمن ويكون إما مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا ولا يكون مجزوما مثل محمد المؤمنين ساكنا وللاسم علامات تميزه عن الحرف والفعل فالاسم يقبل أل التعريف مثل القلم المدرسة ويقبل النداء يا محمد أيها الناس كما يقبل التنوين ولدا منزل بنت ويقبل التاء المربوطة شجرة معلمة ويقبل الجر بحروف الجر في البحر على الرف أو بالإضافة باب البيت رب العالمين وفي الدرس السابق تعلمنا أن الاسم إذا جاء في بداية الجملة فإنه يكون لنا جملة اسمية تتكون من المبتدأ والخبر مثل الشمس مشرقة أما إذا جاء بعد الفعل فإنه يكون جملة فعلية مكونة من فعل وفاعل مثل أشرقة الشمس فما هو المبتدأ؟ المبتدأ هو الاسم الذي تبدأ به الجملة الاسمية أو هو الاسم الذي ينبه السامع ويجعله راغباً في معرفة ما يكمله أي يجعله راغباً في معرفة الخبر ويأتي المبتدأ في ثلاثة أنواع اسم ظاهر مثل البنت متفوقة أو ضمير منفصل مثل أنتم متفوقون أو مصدر مؤول مثل وأن تصوموا خير لكم وهنا تؤول العبارة أن تصوموا إلى صومكم صومكم خير لكم اختبر نفسك صنف الجمل التالية إلى جملة اسمية أو جملة فعلية ثلاثة قدر أغباً قدر أغباً وسامت قدر أغباً قدر أغباً اغباً قدر أغباً إب Tanz أغباً قدر أغباً حدد نوع المبتدأ في الجمل التالية هذه هي خلاصة درس اليوم نلتقيكم في الدروس القادمة لنتكلم بالتفصيل عن أقسام الكلام ترجمة نانسي قنقر